نهارده بالمناسبة تسكارتي اعلنت نفاذ الدفعة الاولى من تذاكر مباراة مصر والسنغال شركة تسكارتي اعلان نفاذ التذاكر لهذه المواجهة اللي هتقام يوم 25 مارس وبعدها بساعات قليلة طرحت الدفعة التانية من تذاكر المباراة صارت الزاكر عشان فكر حضراتكم المقصورة بـ 2000 جنيه الدرجة الاولى بـ 600 جنيه الدرجة الاولى العلوية بـ 400 جنيه والدرجة التانية 250 جنيه والدرجة التالتة 100 جنيه ده بالنسبة للتذاكر مباراة بعض الناس لما دخلوا لقوا انه فيه غلق للحجز اتخضوا وقالوا ايه ده التذاكر اللي هيتخلص هي مكتش خلصت هي الشركة تسكارتي نزلتها على دفعتين والناس بدأت تشتري التذاكر بس فيه نقطة مهمة جدا نقطة مهمة جدا جدا وهكررها تاني بما ان السورة اللي كانت قدامنا ديت سورة جماهير في المدرجات يا رب الناس اللي هتروح الاستاد يا رب تكون من الناس اللي بتشجع كلنا بنحب مصر كلنا بنحب المنتخب وكلنا عايزين المنتخب يكسب بس فيه ناس بتروح تتفرج وتنفعل مع الكور يعني ايه مثلا فيه كورة هجمة فتلاقيهم ايه مناطة فيه كورة علينا فتلاقيهم متدايين ومتنرفزين وبيزوب ومتعصبين نوعية دي في المطش ده تحديدا مش عايزينه احنا عايزين مين اللي باب يسكوتش اللي عمال طول المباراة يقول مصر 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 اللي هيتعب او حاس نفسه ليقطو البدنية اللي تسمح له انه يقدر يشجع طول التسعين دي يا سيدي بلاش انا ممكن ما اقدرش اقول لا مش هادر انا فرهد تسعين دي مش هادر اشجع تسعين دي مش قادر خلاص هاقض في بيتنا هاقض في فرق في التليفزيون وخلاص واشجع منطقة مصر لكن احنا عايزين الجمهور كله اللي رايح هذه المواجهة يكون عارف انه رايح مهمة زي ما انت مش عايز تروح تلاقي لعيب بدنية واقع مهرية مش مركز مش في المود انت كمان مهم اللي يروح الاستاد يكون في افضل احواله الفنية والبدنية زيك زي اللاعب قاعب بتتنطط وقاعب بتهتف وقاعب بتشجع وبتساند تسعين ديئة في السراء والضراء كرة على الجول دخلت فيك هتشجع دخلت جول هتشجع فيش ديء خالص ليه عشان احنا اتفقنا قبل كده ان ده شوط اول مبرى في الكاهرة شوط اول فيه شوط تاني لسه في السنغال فمهما كانت النتيجة ايجابية او سلبية بالمناسبة مش بولك لقدراتي بقى سلبية ايجابية او سلبية لسه فيها فرصة اخرى